نتواجد اليوم في قرية عريف التي تقع جنوب نابلس هذه القرية عانت وما زالت من إرهاب واعتداءات المستوطنين للفلسطينيين وذلك لقرب مستوطنة يتسهر منها لذلك أخذ شباب القرية على عاطقهم حراسة أهلها من هذه الاعتداءات من خلال تشكيل لجنة محلية لحمايتهم نستضيف معنا ينال النبالي منصق مشروع لجان الحماية في قرى الضفة الغربية وأحمد صفدي أحد أعضاء لجنة الحماية في قرية عريف أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم يلا نرحب لش معك احكي لنا كيف تأسستوه وشو شغلكم بالضبط المشروع الذي هو مشروع تشكيل لجان حماية في قرى الضفة الغربية بنفذ المشروع الذي هي الهيئة الفلسطينية لإعلام وتفعيل دور الشباب بيالارا بدعم من سكرتاري حقوق الإنسان والقانون الدول الإنساني نعرف أنه معظم قرىنا التي تقع في مناطق سي ما فيها مراكز شرطة وما فيها أجهزة تحميها وبالذات القريبة من المستوطنات بحدث عليها انتهاكات واعتداءات من قبل المستوطنين كانت فكرة المشروع أنه نشكل لجان حماية في هذه القرى تدافع عن هذه القرى ولجان حماية هي سلمية تدافع عن قرىها وتأمن المناطق اللي بصير عليها الاعتداءات كانت فكرة المشروع اللي هي في فترة الاعتداء اللي صار على دومة وقبل فترة الاعتداء على دومة احنا منتوقع أنه كل قرى الضفة الغربية القريبة خصوصا من المستوطنات هي بحاجة لتشكيل لجان حماية تشكيل لجان حماية إعلامية برضو تبرز هاي الاعتداءات والانتهاكات نعم توثقها أحمد هل في حاثة معينة اللي استدعت تشكيل اللجنة في القرية؟ طبعا عريف من الكرة المستهدفة بشكل مكثف من مستوطن تيت سهار حيث أن مستوطن تيت سهار من أكثر المستوطنات شراسة ضد الفلسطينيين يوجد فيها منظمات إرهابية تدعو إلى قتل الفلسطينيين المستوطنين كاموا بالهجوم على المرسة بأكثر من مرة بحيث ألقوا زجاجات الحارقة على المرسة وألقوا الحجارة على الطلاب أثناء تواجد الطلاب في المرسة يعني الاعتداءات مش بس بالليل كمان بالنهار مرسة؟ أه لا اعتداءات بالنهار و بالليل حتى أغلب المرات بتصير بنهار وأثناء تواجد الطلاب في المرسة وهذا الشكل خوف روعه بلد الطلاب بلد الأهل مما يعني شكل الخوف هذا شكل عند الأهل أنه صاروا يمنعوا طلابهم من الذهاب إلى المرسة وأيضا من الانتهاكات اللي حصلت في القرية حرك مسجد وحرك سيارة ومصادرة العديد من المواشي للمواطنين أثناء قيامهم براعي مواشيهم في الأراضي القريبة في هذه المنطقة وأيضا تم اقتلاع العديد من المحاصيل الزراعية وحركها يعني كمان ممتلكات عمليا نعم وهذا السبب يعني أدى إلى تشكيل لجان حماية في قرية عوريف بشكل منظم إحنا كنا نعمل من زمان لجان حماية بشكل منفرد يعني إذا حدا شاف سيارة مستوطنين قريبة على المنطقة مستوطنين يعني جاي نعملوا مشاكل كان يتصل على الشباب يبلغ شباب تتجمع يسيروا ينادوا في الجامع تطلع الشباب تمنع على المستوطنين توقف تصد المستوطنين لكن بعد محركة دومة بالأخص وعن طريق مؤسسة بيلارا فإحنا بدأنا نعمل بشكل منتظم حيث أنه قلنا قروب على الواتس أب إذا حدا شاف أي إشي بيودي مسج على المجموعة بيتعمم على الجميع يكون الجميع يعني بأدل الاستنفار الجميع بيكون عنده علم في هذا الموضوع فعني من وقت ما بدأنا نعمل بشكل منظم قلت إلى درجة 0% طب ينهل في كتير مجموعات شبابية موجودة في المنطقة شو طبيعة عمل كل مجموعة؟ طبيعة عمل اللي جان بتختلف من قرية لقرية حسب اللي هو شكل الاعتداء اللي بصير على القرية مثلا لجنة الحماية عندنا في عريف تم طبعا الاجتماع فيهم ومعرفة المناطق اللي بصير منها الاعتداءات مثل مثلا المدرسة القريبة من المستوطنة شكلنا أدوار للليجان بعد التدريب والتأهيل اللي استهدفناهم فيه منقدر أنه نقول أنه لجان الحماية في عريف استطاعت أنها تستطحب الأطفال في فترات الصباح وفترات المساء هذه حل كانت لمشكلة المدرسة حتى في أثناء تواجدنا هان تواجد لجان الحماية في عريف حضروا اللي هم الجيش والشومير أو من المستوطنين اللي من القرية منقدر إحنا نشوف برضو دور اللي جان اللي في عريف شو بيعملوا في الفترة هاي وأثناء حضور هذول المستوطنين طبعاً نشوفهم أعطيكم العافية يا شباب منتصر أهلا وسهلا كيفك منتصر وين انتشكلتوا تحديدا؟ تحديداً بداية الشغل بشكل رسمي عمسر بيا لارب بداية لالفين وستاش بعد طبعاً المحرك أكيد سمع كوفيها كل العالم محركة عائل دوابشة فاتوا على مستوطنين الحركة وعائلة كاملة فأكيد ما حدا بحب تتكرر هاد الأمور فاستدعينا أنه الأمور تكون بشكل جدي أكثر والحرس بزيادة إحنا هان يومياً من بعد المغرب يعني بعد غروب الشمس يعني وينت الناس بدأ تبلش تنام اللي هي بتبدأ حركة المستوطنين خفافيش الليل واعتدعاتهم إحنا مت بدنا نتحرك منكسم حالنا لأربع أو خمس مجموعات حسب عدد الشبال بكون موجودين مجموعات لعشرات لخمسات حسب عدد الشبال بكون موجودين مجموعة بتضلب هاي المنطقة اللي هي الشركي البلد اللي هي أكثر منطقة هون بنزل على المستوطنين وأكثر منطقة خطرة لأنها عوالي في عنا المسجد في عنا حوز الماء في عنا مدرس والمنطقة الشمالية نفس اللي هي بس المنطقة الشمالية أخفة من منطقة هون فمجموعة بتقعد هون المنطقة الشركية مجموعة شمالية مجموعة مدخل البلد ومجموعة بتكون جوالة داخل البلد يعني أربع عشرين ساعة بظلهم عباما العمال تعرفت اللي بتلعوا إسرائيل أو اللي بتحركوا الساعة ثلاثة الصبح إحنا بتخف حركتنا وخلص يعني ننهي عباما ما يصير حركة ناس المستوطين ما بينزلوا بعدها طيب في ذكرى محرقة دوابشة الزميلة يارى العملي زارت قرية دومة وعادت إلينا بالتقرير التاني يشارك الطفل أحمد جده وأهالي قرية دومة جنوب شرق نابلس في إحياء الذكرى السنوية الأولى على محرقة عائلة الدوابشة في تفاصيل القصة التي هزت الرأي العام جريمة نفذها مستوطنون وأدت لاستشهاد الأب والأم وطفل رضيع فيما نجا أحمد الذي لم تفارق وجهه ولا جسده أثار الجريمة الأشرس منذ سنوات على يد المستوطنين وفي أثناء هذا العام نفذ المستوطنون اعتداءات إضافية على أهالي القرية إذ أحرقوا منزلين أحدهما يعود للشاهد الوحيد على محرقة عائلة الدوابشة ومنذ ذلك الحين يعيش أهالي القرية في يقظة خوفا من أي اعتداء جديد نحن نحب يعني أنه بسيح أحمد بك في أمان نطلب الأمان لأحمد كيف رب العالمين الأخي المناظر وليد عساف وإزهاج مقاومة المتباركة ونفرح عبر علينا إخوتي وإخوتي وإخوتي ومناء السر وكوادر الحركة عن إخوة ورؤساء المناثر يقول أهالي القرية إن الخطر ما زال يتربص بهم فالجريمة التي ارتكبت قبل عام يمكن أن تتكرر في أي وقت ويطالبون السلطة الفلسطينية بتوفير حماية جدية لهم والتركيز على ملف الاستيطان والمستوطنين في المحاكم الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات أختي الكريمة تصوري أن حياتنا قلبت إلى جحيم أصبحنا نصهر بالليل وننام بالنهار إنعكس سلبي على حياتنا على أطفالنا على مستقبل أطفالنا بيوتنا كما تشاهدين هي كالسجون رجعنا إلى الحديد اللي كانوا حطوا أجدادنا في الخمسينات والستينات لأنه إحنا نحمي أولادنا من هذه هجمات هؤلاء المجرمين المتطرفين ومثل هذه العائلة عائلة دوابشي التي حرقت بدم بارد من المسوطنين ما هي إلا رسالة لنا جميعا ليس لعائلة دوابشي وإنما لكل البلدان أو القرى المحيطة المحيطة بين المسوطنات الإسرائيل حتى يعملوا رعب وخوف لكي نترك أراضينا ونترك بيوتنا لهم وهذا طبعا لن يكون بإذن الله وكانت محكمة الاحتلال المركزية أرجعت نهاية الشهر الماضي محاكمة قتلت عائلة الدوابشة حتى شهر أيلول سبتمبر القادم وهي بحسب عائلة الدوابشة سياسة مماطلة تتبعها إسرائيل لتهيئة ظروف تتيح للمحكمة الإفراج عنهم قبل النطق بالحكم ضدهم تمر الذكرى السنوية الأولى لجريمة ارتكبها مستوطنون ضد عائلة الدوابشة وسط المطالبات بحماية الفلسطينيين من إرهاب المستوطنين ويأمل الفلسطينيون لممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال والمستوطنين لوقف مسلسل التوسع والاعتداءات يارا العملة التلفزيون العربي من قرية دومة جنوب نابلس أهلا بكم من جديد منتصر كيف تتواصل وكيف تتواصل هذه اللجان بين بعض بعد ترتيب اللجان بشكل رسمي عن دريك مسلس بيالارا طبعا بعد تدريب إعلامي مكثف لجميع أفراد المجموعة تم عنا تشكيل مجموعتين مجموعة على الفيسبوك موقع تواصل الجدماعي الفيسبوك ومجموعة على الواتساب والأغلب الاستعمالي هو على الواتساب لأنه تكون شكل شخصي على الأجهزة الخلوية مع الشباب تكون 24 ساعة بيديهم أي شخص بيحس في أي اعتداء أي حركة غريبة حول البلد والخاصة في المنطقة الشركية والشمالية المحادرة المستوطنية بيبعث رسالة للشباب أنه هاي في المنطقة الشركية في يعني كمثال مثلا يعني شباب في سيارات والشومير هاي شباب يعني فالجميع بيكون أي شخص من المجموعة بتتحرك فمباشرة مباشرة لكل بتوجه أنظاره للمنطقة اللي بتواصل فيها الجميع بيصير يكثف المنطقة نفسها يعني مين شاف آه شباب هاي هم نزلوا هاي هم طلعوا هاي يكربوا هاي فيه فالكل بتكرب يعني عيار مع أي حدا تأكد من وجود اعتداء المستوطنين بتوجه فيه أن شباب مختصين معهم مفاتيح المساجد بالبلد يعني هذا الموضوع بتحس في ثقة يعني الناس تثق فيكم إحنا ثقوا ع مياه يعني جميع أهل البلد وجربونا في أكثر من شغلة جربونا في موضوع مياه جربونا في موضوع رأس المدرسة جربونا في المهرجانات الحمد للرب العالمين كان بعد تنصيق مؤسسة بيالارا كانت الأمور يعني أفركت بشكل واضح مية بالمية وكان ثقوا عمياء بعدين الناس يعني خلص بس شوفونا يعني واحدة يحدة بكون في أي اعتداء في البدل يشوفنا من التحرك وبيعرفونا من البزدات تعوننا يعني بناموا لهم طويل وآمن وما في أي إشكالية بتوجه الشخص المختص على سماعات المساجد بيقوم بالإعلان عبر مكبرات الصوت في وجود مستوطنين أو اعتداد منطقة الشرقية والشمالية تشعروا في خطر عملية خطر مؤكد يعني من وجود المستوطنين وليس خطر محتمل خطر أكيد فعنها البلد الحمد للرب العالمين كل ما بيكسر شيوخ نساء صبايا شباب أولاد صغار الكل بتوجهها للمنطقة بيقوم ردها المستوطنين يعني عيار مع أي حدا التأكد من وجود اعتداء المستوطنين الجميع بيصير يكثف المنطقة نفسها يعني مين شاف آه شباب هاي هم نزلوا هاي هم طلعوا الحمد للرب العالمين كان نجاح مية بالمية يعني رضوا على المستوطنين أكثر من مرة وأوك هم انهد شكرا لكم شباب ويعطيكم ألف عافي الله يعافيك يا رب أعزائي المشاهدين ابقوا معنا لمواصلة هذه الحلقة من هنا فلسطين حيث نلتقي مع مسؤول ملف الاستيطان السيد غسان دغلاس لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة